اشتركوا في القناة ليست في الحقيقة عملا زائدا او فعلا نافلا بل هي في حقيقتها فرض وواجب على كل مسلمين ومسلمان لماذا؟ لان التزكية استجابة ولانها اتباع ولانها بركة ولانها ترقية واذا افترضنا ان هذه المعاني الاربعة الاستجابة والاتباع والترقية والبركة مرتبطة ومتعلقة بذمة الفرض وهمته فان التزكية في حقيقة الامر سبب في نصر الامة وظهورها وفلاحها ونجاحها وصلاحها في الدنيا بل اساسا سبب في نجاتها وفلاحها في الاخرة وساقتصر في هذه الدقائق على الشق الاول اي على ما يفترض انه مرتبط بذمة الافراد على ان نترك ان شاء الله ما يتعلق بتزكيته في هذا الذي ذكرناه بالنسبة لامة للحلقة المقبلة ان شاء الله بان الله اذا قلت التزكية استجابة استجابة للرب الرحيم والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فاذا استجابة هذه دعوة للحياة بكل معاني الحياة بكل معاني الحياة وصفاتها وتجلياتها ومنطلق هذه الحياة هو القلب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فالقلب الميت لا يستجيب ولا يجيب والذي يجيب هو القلب الذي وفقه الله عز وجل وطهره وزكاه هو الذي يستجيب لامر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام ثم التزكية اتباع اتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وهذا الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو سبب هذا الفلاح الأعظم أن يصل الإنسان إلى المحبوبية من قبل الله سبحانه وتعالى فلا وصول ولا طريقة إلى حب الله سبحانه وتعالى إلى أن يحبك الله وإلى أن يحبك الله عز وجل إلا بهذا الاتباع للرسول المحب المحبوب عليه الصلاة والسلام وعلى قدر هذا الاتباع يكون هذا الحب فأن يدعي الإنسان أنه يحب الله عز وجل هذه كلمة خفيفة في اللسان واذا ما كان يفعله المشركون والنصارى واليهود يدعون حب الله عز وجل ولكن الباب الأعظم باب المحبوبية مغلق وموصد بالمطلق وإلى الأبد إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه إلى أن يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر بالأخص في أمر التزكية التي جاء بها ومن أجلها بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام أخرج الإمام الترميدي عن رحمة الله عليه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبون الله قال على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس فهذه الصفات وهذه الأخلاق وهذه السمات الأمهات الأخلاق التي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتبعه فيها وأن نتبعه عليها البر التقوى التواضع ذلة النفس هي الموصلة بإيدي الله إلى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك إن هذه التزكية بركة بركة في كل ما وهبك الله بركة في كل ما وهبك الله عز وجل بركة في صحة العقل والجسد بركة في الأهل والولد بركة في العمل والجهد بركة في الرزق بركة في الوقت بركة في كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وعلى قدر التزكية وعلى قدر مقدارها تكون البركة في هذه الأمور كلها والشواهد من حياة العارفين بالله ومن حياة العلماء الصالحين كثيرة جدا فيكفي للطلاع على ما وهبهم الله وعلى ما من به عليهم الله عز وجل من أعمال وجهود منقطعة النظر في أعمار محدودة لنعلم كيف بارك الله وقتهم وجهدهم ولنرى أتر تزكية بواطنهم وقلوبهم ونفوسهم على تلك البركة وأخيرا إن التزكية ترقية وهنا يتفاوت المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات تفاوتا كبيرا جدا فالتزكية ليست عملا سكونيا جامدا ويظهر ذلك بجلاء في التعريف وفي مفرضات التعريف الذي مر بنا في الحلقة السابقة كما يتجلى ذلك في التسميات الأخرى للتزكية فمن أهل هذا الشأن من علماء هذا الشأن ومن العارفين بالله من يسمي التزكية فقها الباطن ومنهم من يسميها الإحسان فلا إحسان بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام فهو ترق دائم وإن فترى هذا الترقي أو توقف وطال هذا الفطور وطال هذا التوقف فالنتيجة المأساوية والعياد بالله هي التردي والتقاقر الإمام عبد السلام يسير رحمة الله عليه الإمام المجدد في كتاب الإحسان في هذا الكتاب الفاريد المتفرد حدد مدلولات ودلالات ومعاني الإحسان انطلاقا من القرآن ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حددها في ثلاثة معاني أولا الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذا أعلام ما هناك على الإطلاق الإحسان في معاملة الوالدين والزوج والزوجة والأهل والأقارب والأبناء وذوي الرحم والجيران وسائر المسلمين والناس أجمعين والإحسان في الأعمال إجادة وإفادة والتزكية ينبغي أن تشمل كل هذه المعاني والترقي ينبغي أن يشمل كل هذه المعاني فمجموع هذه الدلالات ومجموع هذه المعاني يعطينا الوصف المرغوب والمطلوب في العبد وفي الآمة في العلاقة بالرب سبحانه وتعالى وفي العلاقة بالأعمال وفي العلاقة بالأشياء وفي العلاقة بالخلق أجمعين فينبغي أن يكون هذا الترقي من أجل أن نصل إلى التزكية لكم لا أن يشمل هذا الترقي كل هذه المعاني الثلاثة في علاقة المؤمن والمؤمنة بالله سبحانه وتعالى وفي علاقته بخلق الله وفي علاقة بالأعمال وبالأشياء حتى يصل إلى أعلى ما هنالك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن كتب لهم الكمال في الإحسان بحق لا إله الله وصل الله وصله ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة